وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أحد اللقاءات في أيرلندا التقت دكتور مصطفى السباعي مؤلف كتاب السيرة النبوية دروس وعبر بأحد القساوسة واللي كان معروف بعداءه الشديد للإسلام ونبي الرحمة فقال له لماذا كل هذا التطاول والإيزاء ضحك القصة وقال لا نستطيع أن نحترم رجلا تزوج من 9 نساء في ذات الوقت فسألوا الدكتور السباعي هل تحترم داود وسليمان عليهما السلام أجابه القصة مبتسما بكل تأكيد فقد ذكروا في العهد القديم وفي الطورة فنحن نؤمن بأنهم أنبياء لبني إسرائيل ابتسم الدكتور مصطفى ابتسامة المنتصر وقال له في العهد القديم ذكر أن داود تزوج من 9 نسوة وعطاه أسمائهم من العهد القديم أما سيدنا سليمان فقد تزوج بألف إمرأة 700 من الحرائر و300 من الصرار والإماء صدم القصة من ذلك ولم يستطيع أن يرد بكلمة ذكرت عدد الزوجات للأنبياء في الكتاب المقدس وفي القرآن الكريم وعلى فكرة قبل ظهور الإسلام والبعثة النبوية كانت عدد الزوجات واقعا في الحياة وكان دلال على القوة والوجاه يسأل الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه هل ضيقة على سيدنا محمد أم وسع عليه في تعدد الزوجات أجاب رحمه الله بكل تأكيد ضيقة عليه لأن من يتزوج بأربعة يستطيع أن يطلقهن ويتزوج غيرهن أما الرسول صلى الله عليه وسلم فليس له ذلك الاستثناء للرسول صلى الله عليه وسلم في المعدود وليس العدد فلا يستطيع أن يستبدل زوجه محل زوجه وإن توفوا جميعا لا يستطيع أن يتزوج غيرهن أما الصحابة وسائر المسلمين فالاستثناء في العدد وليس المعدود وده معناه أنه ما يقدرش يتجوز أكثر من أربع لكن إن شاء يستطيع أن يطلق من هؤلاء الأربع ويتزوج غيرهن سامى واحد من بعيد بيقول الله ينور عليك خليهم يسمعوا الحقيقة عشان تعادل الزوجات لابد من شرطين القدرة والعدل قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف لو نظرنا بموضوعية لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم حنستغرب من هذا الاتهام فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوجت سيدة خديجة وهو في الخامسة والعشرين بينما هي في الأربعين وظل صلى الله عليه وسلم مخلصا وفيا لها حتى وفاتها وأصبح أمره خمسين ثم تزوج من السيدة سودة بنت زمعة وكانت أكبر منه سنا ولم يعدد الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجاته قبل الثالثة والخمسين ومعظم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا من الأرامل والمطلقات فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ولكن زوج قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى الحقيقة نجد أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهم دور بارز في نقل السنة النبوية نقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب من ثلاثة آلاف حديث وكنا رضي الله عنهن معلمات لزوجات المسلمين شب الرسول صلى الله عليه وسلم في حفظ وعناية الله في فترة الشباب فلم يصيبه دنس الجاهلية ولا حب الشهوات من الخمر والنساء كان الشباب في مكة يلهون ويعبثون بينما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم ويتدبر في خلق الله ولقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين وذلك لصدقه وأمانته في معاملاته كانت السيدة خديجة بنت خويرد رضي الله عنها وأرضاها امرأة ثرية ذات مال وفير وكانت قد أرسلت الرسول صلى الله عليه وسلم في تجارة لها إلى الشام ولأنها نشأت في بيت شرف وكانت صاحبة عفة وفضيلة وخلق ورأت من الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة أرادت الزواج منه فأرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من يعرض عليه الزواج بها كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت 25 سنة وكان عمرها أربعين سنة رضي الله عنها وأرضاه وظل الرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا وفيا لها لمدة خمسة وعشرين سنة توفيت رضي الله عنها وأرضاه في الخامسة والستين وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم الخمسين حزنا الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه وفي الوقت دلو أراض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من فتاة جميلة صغيرة لفعل ولن يلومه أحد ولكنه تزوج من هو أكبر منه سنا من السيدة سودة بنت زمع رضي الله عنها وأرضاها فما حكايتها؟ تزوجت السيدة سودة بنت زمع رضي الله عنها وأرضاها في الجاهلية من ابن عمها السقران ابن عمر أسلم معا وهجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة وبعد وفاة زوجها أصبحت وحيدة في مكة خاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء كفار قريش لها فتزوجها حماية لها وتكريما لها ولما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها وهبت السيدة سودة بنت زمع ليلتها إلى السيدة عائشة وكان سبب زواجه من السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاها أنه رأاها في المنام ثلاثة ليال فقال صلى الله عليه وسلم إياك هذا من عند الله يومديه وده معناه أن زواج من السيدة عائشة كان بأمر من الله أكيد كان في حكمة من زواج من السيدة عائشة بنت أبي بكر وهي البكرة الوحيدة التي تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم روت السيدة عائشة بنت أبي بقرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب من 2200 حديث أما عن السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها تزوجها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها خنيس بن حذافة السهمية وده كان تكريم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكان تدعيم للدولة الإسلامية وزيادة قوتها ووحدتها ثم تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المساكين السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاه وده كان تكريما ديها بعد وفاة زوجها سيدنا عبد الله بن جحش في غزوة أحد وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه بعد وفاة زوجها أبو سلمة وده كان تكريما ديها وحفظ لأبنائها الأربعة الصغار قبل تحريم التبني كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبنى سيدنا زيد بن حارثة وكان يطلق عليه زيد بن محمد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه من السيدة زينب بنت جحش وهي من أشراف كريش وبعد كده نزل الأمر الإلهي بتحريم التبني قال تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقصت وينضى الله وبعد أن طلق سيدنا زيد بن حارثة زوجها الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للقضاء تماما على التبني أما السيدة جوهيرية بنت الحارث فكانت ابنة سيد قومها بني مستلق في الجاهلية غزها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعت في الأسر عرض علي الرسول صلى الله عليه وسلم فك أسرها والزواج بها فوافقت رضي الله عنها وأرضاه وكانت سببا في أتقل رقاب قومها وإسلامهم جميعا رضي الله عنهم جميعا ولا ننسى السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاه كانت من سلالة سيدنا هارون وسيدنا موسى وكانت قد سبيت في غزوة خيبر فأعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجها واصطفاها بعد أن أسلمت رضي الله عنها وأرضاه وهناك أيضا السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي صفيان رضي الله عنها وأرضاه وكانت هجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش اللي ارتد عن الإسلام واعتنق النصرانية فأعرضت عنه حتى مات فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة يعقد نكاحه عليها وتزوج بها في المدينة رضي الله عنها وأرضاه وكانت آخر امرأة تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة ميمونة بنت الحارث وذلك بعد وفاة زوجها رضي الله عن أمهات المؤمنين وزوجات سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم جزاكم الله خيرا